قالت فصائل فلسطينية إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباص بالضفة الغربية وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة هذا وأصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين واعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحامه مدينة طوباص في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله